لا باقة ورد في يد هؤلاء إنما هي مشاهد الدم وعالة القتل بفعل استمرار السلاح المنثلت في محافظات البلاد ولا يبرر الدم لأي سبب كان إنما هو غياب القانون غياب تجبر عليه العائلات التي تعيش تحت وطأة الرصاص سيما في بلدان عربية ومنها العراق تكون فيها لغة العشيرة أقوى من لغة القانون وهنا فقط يأتي القتل والخطف والسرقة كمعضلات حقيقية لم تصل القوانين الرسمية إلى حل جذري لها ليبرز سلاح العشيرة كبديل يختبئ تحته بعض من يحملون شعار العشيرة ويقتلون ويذبحون شيوخ عشائر أشاروا إلى أن ما يدور في الوقت الراهن وينسب إلى العشائر هو خطة تنتهجها العصابات المسلحة المستندة إلى جهات حزبية متنفذة وهم ليسوا من بنية العشيرة ولا تعمل وفق أوامر القبيلة أو العشيرة وإنما تنفذ ما تطلبه منها الأحزاب مؤكدين أن شيوخ القبائل دعاة سلام وصلح اجتماعي وبالتالي هم مسؤولون أمام القانون وأمام الدولة دائما شيوخ القبائل دعاة سلام ودعاة صلح اجتماعي وبالتالي هم مسؤولين أمام القانون مسؤولين أمام الدولة ما يدور الآن وينسب للعشائر هو ليست من مصدر العشائر بقدر ما هي إلا إصابات مجاميع مسلحة تستند إلى جهات حزبية آخرون دعوا إلى تنظيم العشائر بقانون وفق المواد الدستورية من قبل الدولة حيث يكون هذا الأمر مدخلا لتأسيس قانون يحكم العشائر ويحدد الشيوخ الحقيقي وهذا الطريق الأسلم لحصر السلاح المنفلد أن نعيد النظر في موضوع تنظيم العشائر بقانون لأن هناك مادة دستورية تشير على الدولة أن تنظم الحياة العشائرية وهذا يجب أن يكون مدخل لتأسيس قانون يستطيع به أن يضبط العشائر كذلك ضبط الأسلحة لدى العشائر أيضا بقانون وهذا أعتقد هو الطريق الأسلم لإنهاء الانفلات الذي حصلنا عليه منذ ستين عاما إلى الآن برلمانيون طالبوا بسحب سلاح العشائر عبر تخصيص مبالغ مالية لشراء الأسلحة من الأهالي دون اللجوء إلى القوة وتخصيص فقرة بالموازنة الاتحادية سيما في بغداد والبصر وميسان لشراء السلاح وتحويله للقوات الأمنية للحد من التعامل بالأسلحة المتوسطة والثقيلة ويبقى الشعب بانتظار جني ثمار التحركات الحكومية لمحاسبة الفاسدين ونزع سلاح الجماعات المسلحة بالكامل ويبعد نفوذها ومحاسبتها عن الجرائم التي اقترفتها وإيقاف جميع التدخلات الخارجية لاستعادة هيبة الدولة وكرامة مواطنين وعطيني ومن تحركتها ومن تحركتها وغير مقرب بزرع وغير مقرب بزرع وغير مقربة